علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات بقربه القليل وصل إلى مقر السلطة لإداع استمارات الترشح ولإداع ملفه لهذه الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في الثاني عشر من ديسمبر المقبل إذن المشاهدين وكان صبيحة اليوم كذلك أو دعا قبل حوالي ساعة عبدالرزاق هبيرات كذلك ملفه للترشح لهذه الرئاسيات وقبله عبد المجيد تبون إذن من بين 147 مرشحا لهذه الانتخابات سيقوم اليوم أو من منتظر يقوم اليوم حوالي سبعة عشر مترشحا بإداع ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من ديسمبر إذن مثل ما نشاهد مشاهدين وصول هذه الحافلة التي تقل أو التي تحمل استمارات الترشح لعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات الذي تواجد في هذه الأثناء بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أين سيقوم رئيس السلطة محمد شرفي باستقباله بعدها من المنتظر أن يدلي بكلمة حول عملية إداع ملفه في مقر السلطة إذن مثل ما نشاهد في هذه الصور قبل قليل إذن عملية تفريغ الاستمارات استمارات اكتتاب التوقعات الحد الأدنى المنصوص قانونا هو خمسين ألف توقيع يجب على المترشح أن يحملها في ملفه من خمسة وعشرين ولاية مثل ما نشاهد إذن مشاهدين في هذه الأثناء عملية إذن تفريغ الاستمارات من الشاحنة التي تقلها إلى مقر السلطة الوطنية للانتخابات حيث وصل المترشح أو المرشح أو الراغب في الترشح لهذه الانتخابات علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات لإداع ملفه في اليوم الأخير نذكر مشاهدين أنه ساعات فقط ستغلق أبواب الترشح لانتخابات الرئاسية في تمام ساعة منتصف الليل من ليلة اليوم السادس والعشرين أكتوبر ستغلق أبواب الترشح لهذا الموعد الانتخابي الهام الانتخابات الرئاسية لحد الآن أكثر من 147 راغبا في الترشح كانوا قد سحبوا استمارات اكتتاب التوقعات حوالي 20 فقط من المنتظر أن يودعوا استمارات اكتتاب التوقعات الحد الأدنى مثل ما قلنا الواجب أن يتضمنه أي ملف لراغب في الترشح هو 50 ألف توقيع من 25 ولاية وبعدها من المنتظر بداية من يوم غد وعلى مدى سبعة أيام أن تقوم السلطة بفرز الملفات إذن مثل ما نشاهد مشاهدين على المباشر علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات مع رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي أين يقوم علي بن فليس بتسليم ملفه بشكل نهائي وبشكل رسمي إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي في هذه الأثناء بمقر السلطة الوطنية المستقلة بالعاصمة إذن مشاهدين مثل ما تتابعون معنا على المباشر علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات يقوم في هذه الأثناء بإداء ملفه في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مثل ما نتابع في هذا البث المباشر من مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالعاصمة إذن مشاهدين مثل ما نتابع في هذه الأثناء رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس يقوم بإداء ملفه بشكل نهائي لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أين يقوم في هذه الأثناء إذن محمد شرفي رئيس السلطة باستقباله إذن مشاهدين مثل ما تتابعون على المباشر إذن عديد الأسماء من المنتظر اليوم أن تأتي بملفات الترشح لإداءها في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل غلق أبواب الترشح بصفة نهائية منتصف ليلة اليوم السادس والعشرين أكتوبر للإشارة مشاهدين ستشرع اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات في دراسة ملفات الراغبين في